بسم الله الرحمن الرحيم لازلنا في موضوع Expression, Evaluation و Data Types أو العلاقة بين العملية اللي من خلالها يقوم الكمبيوتر بحساب قيمة Expression وتأثير Data Types أو أنواع البيانات على العملية هذه. حنا شفنا مجموعة أمثلة سابقة على الموضوع هذا خلنا نشوف المثال هذا وهذا مثال مهم جدا هذا المثال خلأ أول شي نشوف في الإكلبس ننفذ ونشوف الشيء الغريب في المثال هذا ونحاول نفهم النتيجة الغريبة هذا المثال بكل بساطة أعرف متغيرين x و y x قيمة عشر و y قيمة عشرين وبعد كذا أحب أنه يطبع مجموع x و y فالمفروض أنه يطبع أن هنا x زاد y يساوي 30 اللي يقول المجموع خلنشوف ننفذ البرنامج هنا في الجافة ونشوف وش يطلعنا الناتج طلعنا x زاد y يساوي 1020 زين هنا الناتج طلعنا x زاد y يساوي 1020 السؤال اللي يطرح نفسه ليش؟ ما هو السبب اللي يخلأ اللي أدى إلى الناتج هذا؟ أبغاك توقف الفيديو وتفكر شوي بعد كده ترجع الفيديو حتى نشوف المشكلة اللي سببت من الشي هذا أو النتيجة الغريبة هذه خلينا نسوي إذالي ويشن للإكسبريشن هذا بطريقة إدوية حتى نحاول نفهم كيف الكمبيوتر سوى حسب قيمة الإكسبريشن هذا بالضبط ونفهم مناتجة الغريبة طيب الإكسبريشن يقولك x زاد y يساوي طبعاً مع وجود مسافات يساوي بعدين هنا زائداً x زائداً y طيب الآن أنت أمام إكسبريشن الإكسبريشن في عمليات جمع أو الأول أوبريتور الزائد هذا ما في أي أوبريتور الثانية فبالتالي الأولوية متساوية بين the two operators بما أن الأولوية متساوية والprecedence متساوية بين الأثنين دائماً تكون الأولوية لللي على اليسار زي اللي يأتي على الجهة اليسرى فإذاً بكل بساطة نزل الزائد اللي هنا زي ما تعودنا قبل ونضع box راح نحسب الجزء هذا أولاً ثم بعد كذا نحسب الجزء هذا هذا بالضبط وبكل بساطة هو ما يحدث في هذا الموضوع طبعاً لما نسوي الشيء هذا أو لما نحسب الجهة اللي على اليسار هذي عندك الأوبريتور هو الأوبريتور الجمع زي الأوبريتور الزائد طبعاً هو عادة يكون جمع إذا كان عندك عددين لكن هنا عندي عدد وعندي string فبالتالي الكمبيوتر مباشرة حتى يكون التوافق بين العددين يرفع لك العدد هذا إلى string زي ما قلنا قبل ما تستطيع أنك تحول string إلى عدد في كل الحالات واضح الحالة هذه ما نقدر نحول string هذا الانتجر زي ما في عدد بهذا الشكل لكن واضح جداً يعني بكل أمان نستطيع أن نحول الـ x هذه من الرقم 10 إلى string 10 فخليك تبهى بلون ثاني فبدلاً من أن هذه تكون 10 تكون string 10 زي ما ويبقى طبعاً string هذا اللي هو x زائد y يساوي يبقى كما هو بعد كذا طبعاً الأوبريتور هذا هو الأوبريتور الربط يكون بين two strings زي ما إذا لاحظنا الكمبيوتر لابد لما يجي يحسب الـ expression لابد أن تكون أنواع البيانات متوافقة فيما بين أو متطابقة فيما بينها مضبوط فلما جاء يحسب حول الانتجر إلى string فجاء الآن وربطنا أن طلعنا الناتج هنا اللي هو x زائد y يساوي 10 هذا طبعاً string زي ما زائداً قيمة الـ y اللي هي طبعاً قيمة الـ y اللي هي 20 تمام كأنتجر مرة ثانية جاء الكمبيوتر قال أوكي قال الآن أنت تبغى تربط تجمع بين string وإنتجر ما يصلح جمع نحولها الربط ولا بدنا نحول الانتجر هذا إلى string إذن مباشرة نحول إلى أعلى فجاء وقال هذه تصير 20 وهذه تبقى طبعاً كما هي ثم بعد كده نربط بين الثنتين فيطلعنا x زائداً y تساوي 10 20 إذن هذا بالضبط هو ما حصل وهذا هو الناتج اللي حصلنا عليه طلعنا x زائد y يساوي 10 2020 لكن هي في الحقيقة هي x زائد y يساوي بعدين ربط العشرة مع والعشرين مع بعض زين السؤال الآن طيب اللي يطرح نفسه بما أننا الآن فهمنا كيف صار الـ evaluation للـ expression وكيف تأثير الـ precedence اللي هو الأولوية والـ data types كيف أننا الآن نسوي الـ expression كيف أننا نغير الـ expression بحيث أن الكمبيوتر لما يجي يسوي له evaluation يعطينا القيمة اللي حنا نبغاها اللي هي x زائد y يساوي 30 وهذا هو أهم شي بالموضوع ندرس كيف الكمبيوتر يسوي evaluation للـ expressions وكيف يحسب الـ expressions حتى نفهم كيف نكتب الـ expressions بحيث تعطينا النتيجة اللي نبغاها هذا هو الزبدة في الموضوع زين؟ طيب فكر معي ووقف الفيديو وفكر كيف ممكن نحل المشكلة هذه طيب حل المشكلة هذه بسيط جدا تجي هنا تحط قوسين نضبوط خلنا ننفذ الآن نحفظ البرنامج وننفذه x زائد y يساوي 30 فعلاً عطانا النتيجة اللي نبغاها وش اللي صار طبعاً لما حطينا قوسين؟ خلنا نشوف كيف صار الـ evaluation حق الـ expression خلنا نحط خط هنا كده ونرجع نكتب الـ expression من جديد x زائد y يساوي هذا string زائداً x زائد y الآن لما جينا نسوي evaluation الـ expression هذا وجود الأقواس مباشرةً غير الأولوية بدلاً من أن الأولوية تكون الزائد اللي على اللي صار مباشرةً الأولوية تكون الفك الأقواس زين؟ وحساب ما بداخل الأقواس فإذاً راح يكون الـ expression راح يكون يحسب لنا هذا الوحده وهو طبعاً شي ثابت ويحسب لنا الجزء هذا لوحده وننزل الزائد لأنها هي الأقل الأولوية نجي الجزء اللي على اللي صار طبعاً ما تغير x زائد y يساوي ما يحتاج حساب نجي الجزء اللي يعلمين اللي هو x زائداً y طبعاً هذا int وهذا int فالعملية راح تكون جمع وليس رابط لأن كل واحد منهم انتجر فيجي الكمبيوتر يقولك 10 زائد 20 تساوي 30 فهذه 30 وهنا الـ string ثم بعد ذلك يقوم الآن بتنفيذ الـ operator هذا ولما يجي نفذ الـ operator هذا يقولك هذا string وهذا integer ما نستطيع فإذاً نأخذ نحول الـ integer إلى string لأنها هي الأسلم فنضع هنا نقول هذا 30 نفس ما سوينا قبل هذا string 30 ثم نحسب العملية في تطلعنا x زائد y يساوي 30 كstring ثم بعد ذلك تتم طباعة string هذا إذن هذا هو بالضبط ما حصل في العملية الثانية وخلان نأخذ الناتج الصحيح هذا مهم جداً تعرف كيف الكمبيوتر يقوم بـ العملية of valuation للإكسبرشيز طبعاً فيه وممكن واحد يقول لك والله أنا أسهل لي أجي هنا وأعرف int z gets x زائد y وبدو بدل ما أني أخبط نفسي بالعملية هذه كلها أحط هنا زد وانتح هنا نعم هذا كلام صحيح وعادة كل ما كانت البرمجة حقتك أسهل وأوضح كل ما كانت أفضل فإنه لو تسألني أي أفضل قبل الحل اللي وريتكي أو قبل أو الحل هذا الحل هذا هو الأفضل لأنه أسهل وأوضح ولو أحد ما يعرف Evaluation Expression بالجافة بشكل يعني واضح ما راح تلخبط هنا زين لو جاء واحد مبرمج يقرأ الكود بعدك ما راح يتلخبط في قراءة الكود هذا كود واضح جدا بينما الطريقة السابقة اللي كان في أقوس ممكن لما يجي يقولوا شو لو حط الأقواس هنا هذي زيادة وما أدره شلون ويلخبط لك يشيل الأقواس ويتلخبط البرنامج لأنه ما هو فاهم بالضبط Evaluation بإذن دائم حاول أنك تجنب اللي نسميه Corner Cases في في البرمجة زي اللي أنتشوفها زي اللي جالس تشوفها قدامك هنا حاول تجنبها وتكتب البرنامج يعني بالطريقة اللي مغردك كبره شوي ترجمة نانسي قنقر